اللي بيظهر أمام حضراتكم فيه الشاشة دلوقتي هو ما تم افتتاحه بالأمس بالأمس كان يوم طويل بالمفاهيم السياسية أو بالمفاهيم المؤتمرات والمهرجانات وأنا أتكلم بمنتهى الأرياحية والوضوح يوم الخميس الماضي النهاردة الاثنين يوم الخميس الماضي تفاجأنا إن إحنا في المنطقة الغربية منطقة الغربية العسكرية لمشاركة محكاة حكت لكم عليها ظني في هذا التوقيت وأنا أرى جيش وأرى محكاة وأرى حرب افتراضية الدولة دي دولة في المقام الأول عبارة عن جيش إيه الحظمة دي؟ إيه الحظمة دي؟ إيه الحاجة المدعاه للفخر والاعتزاز وكأن الدولة حطت كل مواردها عشان المظهر والمشهد والمستوى اللي أنا شفته قدامي ولما جيت أمبارح أمبارح وإحنا بنحضر افتحات فين؟ في حي الأصمرات فين؟ في المكان اللي شهد ميلاد بديل العشوائيات بديل المناطق العشوائية أمبارح وهم بيجروا هم عدد ربنا يعني يحفظهم وأولاد كتير ماشيين لابسين وفرحنين وبيجروا في شوارع عمرهم ما يجريوا في شوارع بهذا الشكل عمرهم ما شافوا حاجة زي كده بهذا الشكل العيال بمنتهى التلقائية مش عايز أتكلم يعني أطفال بمنتهى التلقائية يتكلموا يقولوا مصر تحيا مصر السي سي كلام الولاد الأطفال ظني أنهم عمرهم ما شافوا حد زرهم في حياتهم لما الرئيس وكل أعضاء الحكومة أو معظم أعضاء الحكومة وكل هؤلاء الناس اللي موجودين من كل الاتجاهات موجودين ورايحين عشان يفرحوا معهم ويفرحوهم بما قدمته الدولة لهم في مفهوم تحقيق العدال الاجتماعي أنا دايما كنت أقول أسمع ألاقي ألاقي دا الأسمرات دا الأسمرات قابل وبعد يا جماعة يعني دا قابل وبعد يعني أنا بس عشان الناس تبقوا دا الأسمرات دلوقت اللي شافناها مبارح دي الأسمرات دي أهالينا الناس اللي كان دي قابل عشوائيات بشكل بشكل قادي 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 الأسمرات ثم قادي الأسمرات أهو يعني حضراتكم يعني لقاعتها يا وليد كده هاتهم لتنين جمع بعض يا وليد كانت موجودة معروضة قدامنا الخلاصة اللي أنا عايز أقوله أنتوا شفتوا كلكم الشعيد يعني مش هزود حاجة باللي حضراتكم شفتوها مبارح وتابعتوها لكن أنا وكأنه هذه الدولة كل فلوسها تحطت في تحقيق العدال الاجتماعي ده اللي شفتوا مبارح يعني مبارح الخميس للحد يومين فرق يوم الخميس تخيلت ان الدولة دي كلها حطة كل فلوسها وكل اهتمامها عشان تعمل جيش بهذا الشكل ومبارح تخيلت ان الدولة دي كل فلوسها رايحة علشان تحقق هذا المشهد نقل العشوائيات من الى نقل الناس من الى اللي عايز أقوله عايز أقول أنه المفهوم الأساسي لو لم تقدم هذه الحكومة وهذا الرئيس إلا تطبيق حقيقي على أرض الواقع لمفهوم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة بناء الطبقة المتوسطة لكفاهة ترجمة نانسي قنقر